ولن أجد أفضل من مبعوث تلفزيون النهر إلى هناك كمال مهوي مساء الخير مرحبا في الأجواء باردة هناك في وهران أعطيني الجو وأعطيني الأمور كيف هي التنظيم لهذه المواجهة أول مواجهة سيحتضنها ملعب ميلود هاتفي للمنتخب الوطني مع عبد الحمزة هكذا مساء الخير إليك كمال تحية لك زميلي حكيم وغير كل متابعي قناة النهار ولد ويفك في الستوديو حسين آشيون هنقه بالذكرة التعطاش لهدف تاريخي أمام مصر وأيضا زين عامر ومومن أيد قاسي ونرحب أيضا بضيف ياسين حمزة نائب رئيس لجنة تنظيم لشان الجزائر ومدير موقع وهران الذي يتواصل التحذير والإجراءات لأستقبال المنتخب الوطني ومباراة النصف النهائي الأولى التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظره أميناء النيجر وللحديث أكثر عن هذه الترتيبات والإجراءات لابد أن نأخذ بعض الوقت من سيد سي بن حمزة الذي كانوا في اجتماعات طوالة اليوم لنعرف آخر الإجراءات والترتيبات التي تتعلق بهذه المباراة النصف النهائية سي بن حمزة عمل كبير يعني قمت به الطيلة الدورة لكن ربما الحدث خاص هذه المرة مع مباراة نصف النهائية التي تجمع بين الجزائر والنيجر خاصة أنه اللقاء سيلعب بشبابك مغلق بالطبع الحمد لله إلى حد الآن كل تدابير التنظيمية منذ انتلاق الشهر كانت في الحقيقة في المستوى العالي والعالي جدا وهذا بشهادة الكاف اللي اليوم الصباح كنا في اجتماع معهم تنسيقي والتقييم حتى في الربع النهائي كان يعني رائع ولكن كما تفضلتم بالنسبة إلى النصف النهائي ووجود الفريق الوطني إن شاء الله في هذه المقابلة اليوم الثلاثة على مستوى ملعب ميلود هدفي بطبع عنده يعني خصوصية متميزة والأولى منها إن سيكون يعني الجمهور الجزائري كالعدة يعني حاضر بقوة لأننا ستلعب كما تفضلتم بشبابك مغلقا وهذا موش غريب على الجمهور الجزائري الذي يساند الفريق الوطني انتعوه في كل الفرص أما من ناحية إن شاء الله أولى الاستقبال الفريق الوطني غدا إن شاء الله على الساعة الـ 11 سيكون استقبال متميز خاص على مستوى الرسمي والجماهري والإعلامي وكذلك هيئنا كل الظروف بالتنسيق مع مشرفين على الفريق الوطني حتى يكون في أفضل يعني ظروف المنافسة ومستعد تماما لهذه المقابلة الهمة جدا بإذن الله الذي ستكون الباهية وهران يعني بديرة خير على الفريق الوطني لتهال إلى النهائي وهذا ما كلنا نتمنى ويتمنى الشعب الجزائري أما أن أؤكد لكم ونطمنكم أن كل الإجراءات التنظيمية كلها بتفاصيلها حتى يعني من البتي ديطاي حتى كل شيء وكذلك مع التنسيق تام مع السلطات المحلية على رسال سيد الولي وكل الجهات المعنية منها الأمنية فيما يخص يعني كل الترتيبات النقل الإيواء التغطية الإعلامية كل الترتيبات ديجا ستتبري دبي داخل إن شاء الله سيكون التنظيم متميز كما يعني جارت العدم منذ هذا الشانتين العسرين الذي القلوب اللي زرى فيه ظروف تنظيمية وكذلك بفضل هياكل الذي وفرتها الدولة الجزائرية هذه الملاعب اللي انظهرت أنا أقول لك يعني موقع وهران استقبلها العدد الأكبر من الفراخ الإفريقية كانت ست فرق ونقول لك بللي كل هذه ست الفرق اليوم اللي كانت معانا واللي غادرت بعثنا رسائل تهاني على الهياكل الرياضية وخاصة الملاعب بما فيها الملاعب التدريب وكذلك ظروف الإيواء اللي قمنا بهم والحمد لله وبعتنا رسائل يعني تشكر لما قامت به هذه السلطات الجزائرية ولجنة التنظيم والاتحاد الجزائري لكورة القدم وكلهم قالوا لنا إن شاء الله نرجع عن قريب فقلنا لهم أهلا وسهلا إن شاء الله تكون كانت 22 من نصيب الجزائر وبينا بجادارة بللي الجزائر استحقت وعندما ترجع على يعني في البريميرول ترجع بقوة أولا بالهياكلها بتنظيمها وبرجالها وبإرادة السلطات العليا لهذه البلد والحمد لله سيبن حبزة بنسبة لشخصيات اللي حتكم توجدها في مباراة نصف نيائي يتقدمهم رئيس الكاف هقد رح يكون وحتى نمبر نشوفه نجوم فارقة مثل اللي كانوا هنا حاجي وأيضا أكوش هل سيكونوا منذ نجوم كديد وهران؟ والله اللي نجم نأكد لك اللي عندناه تأكيد هو رئيس الاتحاد والنوابه والأعضاء المجلس التنفيدي والعديد من رؤساء لم أقل يعني الأغلبية الساحقة تعال رؤساء الاتحادات أعضاء الجمعية العامة تعال كاف كذلك رئيس الاتحاد واللجنة التنظيمية وبعض الضيوف يعني بارزين إن شاء الله أما فيما يخص يعني هذا اللي جوند إحنا في صدر التأكيد الرسمي باش يحضروا أما الدعوات إحنا وجهنا الدعوات لكل هذه اللي جوند ومرحبا بهم في وهران مرحبا فيهم بالجزيرة مرحبا فيهم في الشام 22 بالجزيرة فإحنا مدنا يدنا واسعة كبير البراؤور جران دمان على أفريك وأجور دوي تول موند ركوني يعني لرول إسانسيال كفيلة الجيري اللي اعطاها نقول لك لأول مرة عطينا قيمة هذه القيمة المضافة الكبيرة للشام اللي اليوم كلنا نتكلم عن رؤساء الاتحادات وكنت قلتها كان أمين العام دون من جو با تراير الكنفيدانس من قول باللي الأمين العام الاتحاد الافريقي قلي الجزيرة بهذه العبارة قدمتنا أكتر من ما كنا ننتظر وهذه الشهادة من الكاف اندون هي يعني تعبر على الموقف الرسمي فيما يخص المستوى التنظيمي وما قامت به الجزيرة في هذا المجال شكرا سيبير حمزان تركوك مع تواصل التحضيرات برك الله ومتمنى لكم كل توفيق وشان كانت ناجحة بشهادة الجميع وحتى هنا من نحن من رفقها في مدينة وراء شكرا لك سيبير حمزان شكرا كمال نعم حكيم كان هذا ياسين بن حمزة رئيس موقع وهران لتنظيم الشام هذه الإجراءات التنظيمية بالنسبة إجراءات أخرى ربما كي يتم كيف استقبال المنتخب رح يجري حصة تدريبية هناك الأجواء كيف تلتمس هناك قبل مجيء المنتخب تعرف أنه وهران عاوت رجعت لها المباراة الترتيبية الآن فيه دافع قوي لحضور أكبر بالنسبة لهذه المواجهة هل سيناريو ألعاب البحر الأبيض متوسط سيكون نفسه سيتكرر مع المنتخب بتلك المتحة وتلك الرواعة حكيم ستكون الملعب ممتلئ عن أخيري خاصة أنه تذكرنا في ذات في وقت قياسي وشهدنا اليوم إقبال كثير من الوهار وأيضا من سكان بعض المدن المجاورة على شبابك استرجاع التذكر هنا بالملعب بمركب ميلود هتفي نفس الأجواء ستكون موجودة يعني ينقص فيها إلا حكيمة بالقيرس والزين عامر اللي كانوا هنا في وهران خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط ورقم مطلوبين يعني هنا يا فيه على إن شاء الله جميع مباراة النسف النهائي ولما لا نستفيد سويا نديروا بلاطا هنا إذا تستقبلونا نجيوا إن شاء الله نديروا بلاطا مباشرة إلى هناك نسف نهاء والنهاء إن شاء الله سيكون لنا سعادة إن شاء الله تكون فرحة كبيرة إن شاء الله بتأهل منتخب الوطني إن شاء الله إلى النهائي واختطاع التأشير من أبل بلاطا طبعا وسنبقى متواصلين دقة الآن كنا أحيانا نتواصل يوم بيوم هذه المرة كل الساعات ستبقى معنا على المباشرة طبعا لمعرفة كل الأجواء والإجراءات صح زين في مرمهدو طبعا هو يعرف كواليس الكوال معرضين معرضين دورت ميا إن شاء الله مرحبا بك كمال طبعا في كل وقت شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل التي أعطيتها لنا مع دكتور بن حمزة أشكرك جزيلا شكرا زيما طبعا غدا يكون لنا لقاء آخر لمعرفة آخر تفاصيل المنتخب قبل مواجهة منتخب النيجر الثلاثاء المقبل على الساعة الخامسة بملعب ميلوت هاتفي شكرا جزيلا